استقبل فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بمدينة مجرس المهندس يوسف البسام رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا والمدير العام النائب لصندوق السعودي للتنمية الحبيب حامد يأتي هذا اللقاء تزامنا مع نعقاد أول اجتماع لمجلس إدارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا والذي اختار مدينة أنجمينة كأول مدينة أفريقيا يعقد في اجتماع المصرف الأول لأام 2017 وقلال إخامته في مدينة أمجرس حضرت إقليم إيندي الشرقية يستقبل فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو المهندس يوسف البسام رئيس مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا والمدير النائب للصندوق السعودي للتنمية والذي جاء من أجل افتتاح الدورة الأولى لمؤتمر المصرف والذي تحتضنه العاصمة أنجمينة مساء هذا اليوم حضور وفد الرفيع المستوى رفق المهندس في هذه الزيارة وكذلك حضر المقابل وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي ووزير المالية والميزانية والأمين العام النائب لرئاسة الجمهورية وعلى مدى ساعة من الزمن تترق المهندس وفخام الرئيس الجمهورية إلى سبل تعزيز التعاون بين المصرف العربي والبلاد وخاصة في مجالات التنمية الاقتصادية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال الموارد الأساسية بهدف خلق بيئة اقتصادية بديلة تعتمد على الموارد الطبيعية لشات ويسهم المصرف في تمويل المشاريع الحيوية ذات الطبيع الاقتصادي في شات المهندس يوسف البسام عقب خروجه من المقابلة أكد التزام مؤسسته بمرافقة البلاد نحو تعقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات وقال إن شات تلعب دورا كبيرا ومحوري في ربط أواصل التعاون بين الدول العربية وأفريقيا تم تطرق إلى دور صندوق السعودي للتنمية في الدعم مشاريع التنمية في شات وأنه تم التوقيع يوم أمس على التفقية في قبل بـ 25 مليون دولار لمشروع الشدود الصغرى وتنمية فروا الحيوان يهدف المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا إلى تعم التعاون الاقتصادي والمالي والفني بين الدول العربية والأفريقية والإسهام في تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية وتشجيع مشاركة رؤوس الأموال العربية في هذه المشروعات وتوفير المعونة اللازمة لتنمية أفريقيا وبما أن شات هي همزة الوصل بين الدول الأفريقية والعربية في هذا اللقاء سيسهم بالتأكيد في دافع عجلة التقدم ويسهم أيضا في التنمية الاقتصادية في شات تأسس المصرف في العام 1975 في العاصمة الجزائرية الجزائر على دوع قرار المؤتمر الجامع لجامعة الدول الأربية المنعاقدة آنذاك ترجمة نانسي قنقر